يعلقنا شريطاً على شجرة الأمان على أمل أن تتوقف الحرب التي تدور راحها في أرجاء مدينتهم منذ قرابة عشرين يوما إنهم مجموعة من النسوة الإيزيديات اللواتي جئنا إلى مزاري قرية قيبار يصلينا ليحل الأمان والسلام ويجنب إيزيدي عفرين التشرد والنزوح يا إلهي يا ربي أنت الغفار أنت الجبار أنت العليم أنت الرحيم أوقف هذه الحرب على مدينتنا احمينا واحمي أطفالنا إننا نريد السلام عدا عن مخاوفي وهواجسي قرابة أشرين ألف إيزيدي من الهجوم الذي يشنه الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية على مدينتهم علويو مدينة عفرين في ناحية ما باته والبالغ عددهم قرابة خمسة عشر ألف شخص أيضا يتخوفون من أن يتم استهدافهم في ظل اختلاف المذاهب الإسلامية ويخشى أعضاء المجلس العلوي في ما باته من أن يتم تدمير دور العبادة الخاصة بهم على يد الفصائل الإسلامية المتشددة أنا مواطنة علوية من ناحية مع بطلي نحن خايفين كثير من احتلال التركي ومرتزاقته على منطقة عفرين في شكل عام وخصوصا نحن نحيط مع بطلي فخايفي على حسينتنا وخايفي على أطفالنا وخايفي على أولادنا وعنساءنا وعبناتنا وبزرونا نظرة كفار مسيحي راجو وجينديرس والبالغي عددهم حوالي 150 شخصا أيضا دفعوا ضريبة الهجوم التركي على عفرين إذ نزحوا إلى داخل المدينة خوفا من عمليات انتقامية قد تنفذها مجموعات متشددة من فصائل المعارضة السورية نحن ناسحين جينا من غاجلة هون جينا لكنيسة ونحن خايفين من جيش التركي ومن جيش المعارضة من كل شيء من هذول جينا لهون اعتبرونا نحن كفار بس نحن ما نكفار هن كفار نحن خايفين من هات أدانا الاتلاف الوطني السوري الممارسات التي تقوم بها بعض المجموعات المشاركة في الهجوم على عفرين ودع الاتلاف إلى فتح تحقيق عاجل ورفض أي ممارسات ثأرية ضد مكونات مدينة عفرين بينما يطالب الاتلاف الوطني فصائل الجيش السوري الحر بحماية المدنيين واحترام الخصوصيات القومية والدينية أثناء عملية الهجوم على عفرين على أكس ذلك يخشى الإزيديون والعلويون والمسيحيون هنا من أن يتم استهدافهم من قبل المجموعات المتشددة ضمن فصائل المعارضة السورية لدوافع أرقية ودينية هيبار أثمان الحرة عفرين